الآخر المهدي من الجنوب يقول كيف أرقي نفسي؟ يعني كيف أعالج نفسي؟ إذا الإنسان لم يريد أن يذهب لراقي يرقيه فلا بأس لو أخذ ماءً وقرأ عليه الفاتحة سبع مرار والإخلاص كذلك والناس وأيضا صوت الفلق يقرأ كل واحدة منها سبع مرات ويشرب منها ويدهن أو على زيت زيتون كذلك هذا لا بأس به بعض أهل العلمية الذين كانوا يجاورون بالحرم ذكر أحدهم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال جاورت بالمسجد الحرام سبع سنوات فكانت تصيبني أدواء يعني أمراض الدواء هو العلاج والأدواء هي الأمراض فكانت تصيبني أدواء فأأخذ من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة سبع مرات فأشربه قال فأجد لذلك أثرها جاء في سنة أبي داود على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند فيه ضعف أنه قرأ على ماء وأعطاه لبعض أصحابه لكي يشرب منه وهذا أجازه أهل العلم فلا بأس لو قرأت على ماء نفثت بحيث يكون الإناء قريبا من ثمك بحيث النفس الهواء الذي يخرج أثناء قراءة القرآن يصل إلى سطح الماء ثم بعد ذلك تشرب منه أو تدهن هذا ينفعك إن شاء الله تعالى